هل تسببت العملية العسكرية في قطاع غازة بأزمة سياسية برلمانية في الأردن؟ مشادة كلامية تحت قبة البرلمان على خلفية انقطاع التيار الكاربائي بدأت باتهام أحد النواب الحكومة بالتسبب في قطع التيار الكاربائي لعرقلة وصول مسيرة عشائرية إلى العاصمة عمان للمشاركة في وقفات تضامنية مع الفلسطينيين اتهامات دفعت عددا من النواب لمعارضته ورئيس البرلمان إلى اتهامه بمخالفة النظام الداخلي للمجلس وإخراج الجلسة عن مضمونها موقف رد النائب عليه بالرفض ما استدعى البرلمان إلى عقد جلسة للتصويت على تجميل عضويته لما اعتبر إساءة للبرلمان وهيبته فما موقف الحكومة الأردنية وما تداعيات هذه الحادثة على الشارع الأردني شعور بالإهانة دفع البرلمان الأردني إلى تعليق عضوية النائب أسامة العجارمة وقطع مخصصاته المالية عاما واحدا قرار جاء بعد مداخلة للعجارمة تهم فيها الحكومة بالتعمد في قطع التيار الكهرباء في كامل أرجاء المملكة لتعطيل موكب عشائري متضامن مع الفلسطينيين وما زاد من حدة السجال الكلمة النابية التي تفوه بها العجارمة مخاطباً النواب واعتبرت إساءة لهيبة المجلس وصمعته وأعضائه والنظام الداخلي للبرلمان كلمة كلفت العجارمة غالياً وأثارت غضب أعضاء البرلمان وأدت إلى تلاسن حاد كاد أن يتحول إلى اشتباك بالأيدي قبل احتواء الفوضى خارج أروقة البرلمان تفاعل رواد مواقع التواصل لاجتماع مع الحادث لا سيما التهمة من الوزن الثقيل التي وجهها العجارمة لمن سماهم بالعملاء وما قام به لوقف ما وصفه بالزحف نحو العاصمة عمان لدعم الفلسطينيين خلال المواجهات بين حماس وإسرائيل وتصدر واسم كلنا أسام العجارمة بعد قرار اللجنة القانونية بتجميد عدويته واعتبر ناشطون أن وظيفة النائب هي الحديث بما يمثل الشعب ولا يجوز منعه عن التعبير عن رأيه واستهجن آخرون ما وصفوه بتجاهل النواب لقضايا وطنية مهمة كانقطاع الكهرباء بينما سارعوا لتشكيل لجنة عاجلة لمعاقبة نائب بسبب كلمة انضم إلينا من عمان الوزير الأردني السابق محمد داودية ومن عمان أيضا انضم إلينا عمر عياصر عضو مجلس النواب الأردني مرحبا بكم يا ضيفي الكريمين أبدأ معك سيد داودية هل هناك فعلا أزمة سببها التصعيد الأخير في غزة أزمة داخلية خلقها التصعيد الأخير في غزة نعم طبعا أزمة شملت ولفت المنطقة كلها هذه أزمة عندنا حساسية عالية جدا مما يجري في الضفة الغربية وفي غزة وفي القدس جذر المشكلة هو الاحتلال واستهداف القدس أما أن ارتدادات قتل 250 من أبنائنا في غزة وعشرات الجرحة هذا يترك أثرا بالغا جدا في الشارع الأردني الشارع الأردني يدعم إخوانه لأنه لهم حقوق مشروعة وحقوق ثابتة ومقرة في الجمعية العامة الممتحدة وفي مدلس الأمن كل ذلك له حسابات مختلفة وحسابات خاصة في الشارع الأردني سيد محمد ملك حسينغال نصر شعبي هل هناك أزمة حقيقية الآن داخل البرلمان الأردني أزمة أخذت أبعادها تتعقد أكثر فأكثر يعني أزمة على مستوى شخصي ما فيه الأزمة البرلمان الأردني يمثل ناسنا البرلمان الأردني وقع 130 عضوا بكامله بالإجماع على وثيقة لطرد السفير الإسرائيلي وهذه تمثل شعبنا أيضا وهذه هي المشكلة المشكلة أن العدوان الإسرائيلي يلقي بالأزمات على المنطقة كلها يسبب أزمات ومشكلات في المنطقة كلها ارتدادات الشوارع العربية ليست مضمونة وليست معروفة أما أن هناك أزمة في أزمة طيب إلى أي حد هي أزمة سيد عمر في داخل البرلمان الأردني يعني كثيرون أيضا ذهبوا إلى أنها حالة استثنائية لا تعبر بضرورة الحال عن أزمة وشرخ كبير داخل البرلمان الأردني يعني خلينا نكون واضح معك إذا قصدت أنه هل ما جرى في غزة أو ما جرى في الحرب الأخيرة أنتج أزمة بينية داخلية بين التركيب السياسي الأردني لا أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة الأزمة حتى التدافع الذي جرى بين البرلمان والحكومة والضغط الذي قام به البرلمان من خلال المذكرة 130 نائب الطالبة بطرد السفير لم ترقى إلى مستوى أن يحدث هناك أزمة أنا بتقديري في الملف الفلسطيني تحديدا تتحد كل المؤسسات الأردنية ويصبح الضغوطات التي تأتي أحيانا من المؤسسة التشريعية والشعبية والتظاهرات أو الضغط على البرلمان حتى يضغط على الحكومة هي مجرد محاولة لتحمير عين الدولة أكثر تجاه الإسرائيلي لرفع الدوز بمعنى أن يكون هناك تخشين للموقف من قبل الحكومة الأردنية لم تصل المسألة إلى حد الأزمة بل كانت الأطراف جميعها حريصة وتحديدا للبرلمان على أن لا نحول الأزمة بيننا ذاتيا ونترك الإسرائيلي والصهيوني يصول ويجول في الحالة الفلسطينية بأنها كانت مجرد ضغوطات لذلك أديرت بطريقة أنا بتخزي أنها كانت على مستوى عاني من التقنية لكن يبدو أنها أصبحت أزمة دعني أخذها من زاوية يبدو بأن مسألة تحجيم بعض التظاهرات أو الاتهام بتحجيم بعض التظاهرات أخذت تفاعلات أكثر مما كان متوقعا وهناك من يؤمن بذلك من يتهم الحكومة الأردنية بذلك يعني بتقديري أنا ممكن أنك حسب زاوية النظر فيما بعد وقف الحرب حينما جرت مجموعة من الفعاليات التي احتفلت بما جرى في فلسطين أنا بتقديري تلفزيون الأردن الرسمي بث هذه الفعاليات ورحب بها سمح للشباب أن يصلوا إلى أبعد مدى في الأغوار الأردنية بمعنى هل منعت فعلا التظاهرات لم تمنع بتقديري أن الإدارة كانت لها معقولة لكن حدثت بعض الحوادث حدثت بعض التضييقات نعم الجمهور يحتاج إلى المزيد الذي لا يرغب به الأمن ربما لكن في النهاية في الإطار العام أنا بتقديري حتى قصة الفعاليات لم تصل إلى مرحلة التأزيم ولم تصل إلى مرحلة أن يراها المواطن أنها كانت مكتومة ومرفوضة وأن هناك مقاربة أمنية حاملها بتقديري أنه في الملف الفلسطيني مرة أخرى بأكد لك أن الكل الأردني بكل تكوينات أحيانا السياسية والاجتماعية يجتمع ويتدافع بهدوء من باب أن تكون الإشكالية والتناقض مع الإسرائيلي وليس بيننا ذاتيا سيد محمد هذا يعني بأن الكهرباء قطعت صدفة أو لخلل فني أو لارتفاع في الطلب وليس لمنع العشائر من التعبير عن تضامنها من الذهاب إلى حيث تعبر عن تضامنها مع الفلسطينيين لا أبدا مسألة الكهرباء مسألة فنية الحكومة بكل صدق وبكل دقة يسرت التظاهر يسرت المظاهرات ورعتها ورافقتها وقدمت لها المعونات إلى الدفاع المدني الإسعاف والمياه كل ذلك تم بتيسير من الحكومة لماذا تتهم في ذلك؟ لماذا تتهم في ذلك؟ ما الذي يجعل البعض يشكل في أنها فعلا كانت متعاودة؟ هذا رأي أو تقدير حسابات مختلفة لكن العشائر ليست في وارد حجزها عن عمان هذه عمانها وهذه دولتها وهذه حكومتها لذلك لا أميل إلى قبول هذا الخطاب وهذه الرسالة أن العشائر منعت من دخول عمان أو الزحف على عمان هذا لغو العشائر كلنا أبناء عشائر عمان فيها 2 مليون كلهم أبناء عشائر سواء فلسطينيين أو أردنيين كلها ما أنكم ذكرتم العبارة سيد محمد إلا في عدد كبير جدا منها في عمان بما أنكم ذكرتم العبارة هل كانت كلمة الزحف مستفزة؟ كيف؟ طبعا طبعا زحف على مين؟ أنت لا تزحف على دولة محتلة الزحف يوم الزحف هذه مصطلحات كلها مصطلحات أول شيء عسكرية وليست سلمية ثانيا جملة معادية أنت بتزحف على عدوك لا تزحف على عاصمتك ولا على أهلك ولا على ناسك لذلك قبلت هذه الجملة بتحفظ شديد جدا وكانت من باب سقط الكلام ليست مناسبة ما الزحف على عمان؟ عمان لا نزحف عليه نزحف على القدس نزحف إلى الحدود هذه معنى كلمة الزحف ولذلك الدقة والدقة في استخدام المفردات والمصطلحات مهمة عشائرنا عشائر وطنية لا تحتاج إلى حث لدعم عشائرنا فرحت ودعمت وكل الشهداء اللي على ثرى فلسطين أبناء عشائر كلهم على من 48 ل 67 ل 68 كل هذه اللي خاضت الحروب دفاعا عن الأردن ودفاعا عن القدس وفي الشيخ جراح كل عشائر طيب سيد عمر الآن والحديث عن هذه التظاهرات في بعض التظاهرات كانت هناك مطالب وحتى محاولات لفتح الحدود هل هناك طرف سياسي بعينه أراد أن يضغط بهذا الاتجاه له فيه مصلحة يضع الحكومة الأردنية مثلا في حرج من نوع معين يعني هي قصة فتح الحدود أحيانا في كل حرب تجري عند الجانب الأخوان الفلسطينيين يجري الحديث والضغط شعبيا وبعض القوى السياسية ومن بين الحركة الإسلامية ممكن يطالب بقصة فتح الحدود ولكن الكل يعرف حتى الذي يطالب أن هذه المسألة يعني في النهاية يعني مسألة لا يمكن الذهاب إليها إلا بإرادة الدولة الدولة هي التي تقرر الحدود وكيف تمنع الدخول والخروج من الحدود وكيف تتعامل مع الحدود وكيف يكون الاشتباك لكن هي ليست أكثر من الدعائية السياسية وإصار رسالة إلى الصهيوني أن الجمهور الأردني مستعد أن يلتحم مع شقيقه الفلسطيني حتى بالدم لكن لم تصل المسألة إلى درجة الذهاب فعليا إلى الضغط على الحكومة أو الضغط على الجهات التي تقف على الحدود للدهاب أبعد من ذلك بالعكس الجيش العربي الذي يقف على الحدود حريص على الناس وحريص لا تصل الأمور إلى تبقى في إطار الدعائية السياسية وإظهار الرأي العام الأردني على أنه يعني متحمس ويقم مع الفلسطيني لأبعدات وتتقبلها السلطات والدولة الأردنية بهدوء وباتزان يعني لا يوجد هناك احتقان حقيقي في التعامل مع هذه الخطابات ومرة تانية أنا بحكي لك ما يجري أحيانا في الجانب الفلسطيني نتعامل محو أردنيا حتى وإن أظهرنا أننا في حالة أزمة لكن نوظفه في النهاية هذا التناقضات الذي بيننا في خدمة إخواننا الفلسطينيين فأنا لا أرى أن المسألة حقيقية ولا أرى أنها ضاغطة بقدر ما هي يعني دعائية لا تخرج عن هتاف يكون في إحدى التظاهرات أشكرك جزيرة جزيرة شكر من عمان عمر عياصر عضو مجلس النواب الأردني وأشكر جزيرة شكر بن عمان أيضا الوزير الأردني السابق محمد داودية شكرا جزيلا لكما على وقتكما